وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيو ديله موفا ذا تلفزيون المصري علاء رشوان أهلا بك علاء يعني زيارة مهمة تحمل تفاصيل كثيرة وزخما في الاتفاقيات وفي الشراكات ضعنا في مشهد هذا اليوم وما يحمله من تعاون وشراكات على جميع الأصعاد سياسيا وقتصاديا وعسكريا وثقافيا أبدأ وبنحيث ما انتهى نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح حسيسي حتى الساعة استقبل السيد الرئيس منذ نحو الساعتين عدد من ممثلي رجال الأعمال وممثلي رؤساء مجالس إدارات 55 شركة هندية بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الصدعية والتجارية بمشاركة وزير التجارة والصناعة الهندية في حوار ممتد على طاولة مستديرة استمر هذا اللقاء الهم لنحو الساعتين عرض سيد الرئيس عبد الفتاح حسيسي استعراضا شاملا لمجمل العلاقات الاقتصادية التي ربطت مصر بالهند طوال السنوات والعقود الماضية وصولا إلى الفترة الحالية التي تشهد زخما كبيرا في هذه العلاقات تحديدا في هذا اللقاء استطلع لسيد الرئيس عبد الفتاح حسيسي رغبة الكثير من الشركات الهندية العاملة بالفعل في السوق المصرية رغبتها في توسيع النشاطها وضخ مزيد من الاستثمارات وأيضا استطلع رغبة عدد آخر من الشركات الهندية التي تسعى وتطمح إلى ضخ استثمارات إضافية في عدد محدد من القطاعات الحيوية التي تشهد طفرة في مصر نتحدث عن قطاعات إنتاج الهايدروجين الأخضر الطاقة الجديدة والمتجددة الصناعات الدوائية صناعة الكيمويات والأسمدة السياحة المال والأعمال والبنوك وأيضا التكنولوجيا للاتصالات والمعلومات والأمن السيبراني والزكاء الاصطناعي كل هذه القطاعات والنشاطات كان لها ممثلين عبر هذه الشركات الهندية الكبرى التي تعمل في هذا المجال السيد الرئيس عبد الفتاح حسيسي رحب بهذه الرغبة وأكد تشجيع الدولة المصرية لكل مستثمر يسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات تعود بالنفع على الشعب المصري وكل الشعوب التي تسعى إلى التعاون مع مصر في المجال الاقتصادي تحديدا أيضا الشركات الهندية عربت عن رغبتها في ضخ هذه الاستثمارات تحديدا في المنطقة الصناعية أو المنطقة الاقتصادية الحرة في محور قناة السويس لما سعت إليه الدولة المصرية مؤخرا إلى تنمية مناطقها الاقتصادية وتشجيع ضخ هذه الاستثمارات عبر حزم من الإجراءات التحفيزية والتشجيعية صحبتها حزم أيضا إصلاحية تشريعية في هذا اللقاء الممتد كان قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغزائية والدوائية والأسمدة والكيمويات أيضا قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تغط هذه القطاعات على أغلب المدخلات التي استمع إليها سيد الرئيس من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات وخرج الحاضرون بنتيجة هي أن الزيارة الهامة التي يقوم بها سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأسناء ستمنح زخما كبيرا للعلاقات المصرية الهندية على الصعيد الاقتصادي تحديدا وستسهم في رفع حجم التبادل الإخباري من ثمانية مليارات دولار إلى نحو العشرين مليار دولار كما أعرب لنا عدد من هؤلاء رجال الأعمال ورؤساء مجالس هذه الإدارات التي التقت بهم كاميرا التلفزيون المصري الشقة أيضا الثقافي وأيضا العسكري والسياسي كانت هذه الأصعدة محور لقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي بدأها اليوم بلقاء مهم جمع سيادته برئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الذي استقبل السيد الرئيس بمقر رئاسة الوزراء بقصر حيدر أبد في المؤتمر الصحفي الذي اتبعناه كانت هناك كلمة ترددت على لسان السيد الرئيس ولسان رئيس الوزراء الهندي وهي ترفيع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين ليصبح على مستوى العلاقات الاستراتيجية وهو ما يعني تكثيف التشاور والتنصيق بين البلدين حيال كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هذا على الصعيد السياسي الإقليمي والدولي أو فيما تعلق بالقطاع والشق الاقتصادي وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين انطلاقا من هذا الزخم الذي منحته هذه الزيارة التاريخية لسيد الرئيس إلى الهند وهي الزيارة الرسمية الثالثة من نوعها الزيارة تكتسب أهمية خاصة وأنها تأتي في ضوء دعوة سيد الرئيس لأن يكون ضيف الشرف الرئيسي للاحتفالات القومية الوطنية بمناسبة عيد الجمهورية الهندية وهي سابقة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المصرية الهندية منذ تأسيسها في خمسينات القرن الماضي الشق الاقتصادي حاضر وبقوة وهو أيضا الشق الأمني والعسكري فيما تعلق بتبادل الخبرات بناء القدرات وتبادل المعلومات فيما تعلق يعني هي زيارة تتعدد فيها الزوايا على ما بين سياسيا واقتصاديا وثقافيا وكذلك عسكريا وهو أيضا زاوية مهمة في المباحثات وفي المؤتمر الصحفي أشكرك جزيل الشكر على رشوان